بغصة ووجع يروي كيف أخرج طفله من فتحة المجاري علي ذو الأربع سنوات ذهب ليشتري الحلوى ولا يعلم أنها المرة الأخيرة فعند عودته سقط في إحدى فتحات الصرف الصحي قرب بيتهم في قضاء المحمودية جنوب بغداد ورواية مصرعه على لسان والده كالتالي راح يشتري هو أخو راح يشتري مديت راسي لقيت أواقف وراء شوية قلت لعلا وتعالي صعد قال لي ولا ما صعد أبا حسين أبويا تعال خلي وراء شوية لقيت أماكو نزلت وراء أخو قال لي بابا فعت منها وفعت من هو ولا ماكو نفس المالته فس راح شوفت الكارتونة بيها والخشب الزغيرة ابني جاي رافحها ومديباوع بيها هيتشي المدد راسي طب جوا عائلة علي حملت الجهات المعنية مسؤولية الحادثة وفقدان طفلهم فيما أكدوا على سلوك المسار القانوني برفع دعوة قضائية ضدهم أنا أحمل كل الناس اللي موجودة مسؤوليتها اللي سواء مراكز السلطة بالمحمودية أم أطراف بغداد يتحملون روح على الطفل الرواحت شن ذنبه الطفل نزل من البيت ما يعرف لحظة فقد وأمه هسته أسوأ حال وأبوه بأسوأ حال مية بالمية مية بالمية رح نقيم على الجهة المعنية ها هي قائمة ضحايا فتحات الصرف الصحي يضاف لها اسم جديد دون حلول واقعية لكتابة النهاية لهذا المسلسل من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر